قبل لا أبدي وراح بضيوفنا بس في نقطة حبيت أبدي فيها يعني تناقشت مع بعض الإخوان وأمانة ما أحب يعني أنا يمكن حتى تواصلت مع أخوي عبدالعيز حمادة عشان أكون واضح معاكم وقال لي عطني دقايق واتصل فيك ورد عليك وأمانة ما أرد ولا اتصل ولا وضح معذور يمكن يشغل يمكن صار لظرف وأنا أعذره لأن الموضوع يعني يتعلق في أمر أنا قبل يومين وثلاثة تكلمت عن يعني دعوة الإخوان في منتخب قطر للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا وبطولة الكأس الذهبية بطولة الكونكا كاف وقلت يعني إحنا هم شلينا قصنا يعني الحمد لله عندنا علاقاتنا الطيبة عندنا رجال يعني لهم علاقات واسعة في الاتحاد العاسوي لكرة القدم أو في المجلس أولهم بالآسيوي وعندهم علاقات في بطولات كبرى قاعد تقام يعني خلنا استغل علاقاتنا ويدعونا الإخوان يعني في بطولة سازوكي مثلا اللي تقام في شرق آسيا بطولة كيرين أيضا تقام في شرق آسيا وبطولات أخرى منوعة مختلفة أمانة كلموني بعض الإخوان وقالوا لي كانت في دعوة من أسباير في عندهم بطولة سنوية تقام شهر اثنين للمراحل السنية اعتقد البراعمة والناشئين ما أذكر وطبعا تم إبلاغي شخصيا بهذا الخبر وللأسف تم الاعتذار عن المشاركة في هذه البطولة رغم أنها كانت بعد جهود جبارة من أخوي سيمال خلاوي وأخوي أحمد المحطب معروفين عند الإخوان في الاتحاد ومعروفين بعملهم صراحة وانا تعاملت معهم ناس شقردية وحتى يمكن أخوي عبد العيز الهاجري يعرفهم عن قرب بجهودهم باتصالاتهم بعملهم حتى في بعض الأحيان ترى تخيل أنهما قاصين تذكرهم سافرين الدوحة عشان يتبقون على هذه الأمور ورادين على حسابهم عشان شنو؟ عشان والله بطولة يشاركوا فيها ويحتكوا فيها مع منتخبات عالمية واندية عالمية ومشكورين لإخوان في أسباير وافقوا ومتكفلين بالتذاكر والسكن والثلاث وجبات يعني اللي تأمرون عليه بس أهم شيء إن مشاركة الكويت يعني على قولتهم نوع من التقدير لدولة الكويت والتقدير والاحترام للتحاد الكويتي فنوفر لكم كل اللي تابعونه وتشاركون معززين مكرم تخيل يرفضون هذه المشاركة كلمت لك عبدالعيز حمادة قال لي أطني شوي خلا أتأكد من المعلومة أو من الموضوع ورد عليك ما رد عليك ويسمعني أخوي عبدالعيز حمادة ومعذور أنا أرجع وأقول معذور يمكن نسى يمكن ينشغل يمكن ما لقى حل لكن أنا اليوم ملاحظتي سواء الأخوان في الاتحاد أو أخوي الدكتور حمود في ليطح يعني ليش ندور وكيل ونبيه والله متعهد ونعطيه فلوس ولا نسبة وندور لنا بطولات نشارك فيها وندفع فلوس يعني هذي مجهود فردي شخصي من شباب كويتي يهم الاتحاد يهم منتخب الكويتي يهم سمعة الكويتي يهم الاحتكاك وهم من جيبهم قاعد يحرصون على هذا الأمر شمس في يدينا هما ترى يعني السفرة حق الدوحة مو مثلا باريس ولا والله لندن تقول والله الإخوان تعبانين على السفرة عشان والله يبي يستنسون ولا يبونها سياحة حق الدوحة بلد جميل سياحة بسيطة لا هم يبحثون عن والله حتى مردود مادي ولا شي مشاركة لا تكلف الاتحاد ولا دينار ولا دينار نرفضها يعني أمر بصراحة ما دري يا شيخ أحمد اليوسف الأمر عندك والأمر عنده أخوي عبدالعيز حمادة والأمر عنده أخوي دكتور حمود فليط أرجع وأكرر ليش نبحث عن المتعهدين ونعطيه نسبة ويدفع فلوس ونكلف الدولة ونخسر الاتحاد ونخسر الهيئة هذه دعوة يتكب بلاش بطولة فيها منتخبات عالمية وانديها عالمية أرفضها قادروا الموضوع عند الإخوان